تعتبر الزراعة مصدر دخل وحيد ووفير للكثير من أبناء المناطق الريفية في تعز واليمن عموما حيث تنتشر المدرجات الزراعية والسهول والكثير من الأودية الخصبة والأنهار نحن معتمدين اعتماد كله على الزراعة هنا بالواديدة تمام زراعتنا المنقى، زراعتنا الهند الذرة الشامية هذه لكلة الدودة زراعتنا طماط، بسباس، زراعتنا بون، زراعتنا جميع الخضروات في هذا الوادي الخصب الواقع في عزلة الأيفوع بمديرية المواسط يعمل الفلاحون في زراعة الكثير من المحاصيل والخضروات والفواكه لعل أبرزها فاكهة المنجو التي تشتهر بها أودية كثيرة في ريف تعز والتي ترفد السوق بالكثير منها ما يجعل من أسعارها أقل مقارنة بالمنتجات المستوردة الحمد لله المين متوفر ولوما يعدم المين بالسوائل في أبيار يغطينا المحصول الزراعي اللي يعملوا طماط، يعملوا هند، يعملوا خضروات، بطاط، نعمل كل حاجة ما معتمدنا على هذا الأشياء بالوادي هذا بدل ما يقيم من براع يقيم من هنا أرخاص يقيم من هنا أرخاص من براع وفرة المياه في هذا الوادي وفي أوقات كثيرة من السنة يساعد المزارعين على تنويع المحاصيل المزروعة بالإضافة لاعتمادهم على مياه الآبار التي تعوض نقصها في فصل الشتاء والحمد لله، هذه الأصيبتنا نحن ندودها هذه بالهد المحصول هذا ما عالقنا ندينا سمومة ندينا هذه ما نفعش اقتاحت المنطقة بشكل كامل هذه الحشرة تقريبا نهيقات من إفريقيا وتصيب الذرة الشامية وتصيب المحاصيل بالذات الذرة الشامية فقد حصلت إصابة شديدة بالنسبة للسنة هذه ورفعنا تقارير لمكتب الزراعة بالمحافظة ومنظمة الفوء الذي أوعدونا أنه يعملوا حلول وإلى الآن لم تصنع أي شيء رغم أنه تحت الصفر بالنسبة لإمكانية المديرية محصول الذرة الشامية والتي يطلق عليها المزارعون هنا الهند اكتسح الوادي بشكل كبير نظرا لمردوده الوفير لكنه في هذا الموسي مهدد بالفناء بفعل آفة قبط على الكثير منه رغم محاولاتهم الحديثة للتخلص منها عدم وجود علم لدى المزارعين هنا بالأساليب الحديثة لمكافحة الحشرات التي تقتل المحاصيل واعتمادهم على الطرق التقليدية جعلت كل محاولاتهم تبوع بالفشل في مواجهة الآفة التي تهددهم بفقدان موسم زراعي تعب كثيرا من أجله فواز الحمدي قناة بلقيس تعيد